نتكلم اليوم عن صبغ الملابس بالأعشاب الطبيعية هذه الحرفة القديمة اللي توارثها الأجيال خاصة أنها مهنة تراثية أصيلة عند أهل الإمارات وقد ارتبطت بالمرأة اللي كانت تقوم بهذا العمل من أجل أسرتها وجيرانها أيضاً في إطار التعاون من بينهم تفاصيل أكثر نتعرف عليها ويا ضيفتنا في الستوديو الوالدة مريم علي السالم يا صباح الخير ومخالد الله يبارك فيك حبيب حياتي الله طبعاً نتكلم شوي على طريقة صبغ الملابس أول إن شاء الله شلون هذا حبيبتي أول بار إيدادنا عرفوا يعني زي أول بار ما عندهم صبغ هذا زي يابش برق ما البيضة ما اللوز زي طوب الماء ما يحقر شوي ورجد وصبغه فيه زي عندنا شرحين عند الله متوفر زي عندنا شوال بار النيل ما متوفر زي يغطونا وخلونا متخللة وصبغوهم فيها الحمد الله متوفر جميل عندنا الشاشة هذه أول بار ما عندهم يبون حنه ويتم ويخللونه يعني زي ويغطوهم فيه الحمد الله كل شيء متوفر أم خالد أبا عرف الحين يوم كانوا يستخدمون هذه العشاب الطبيعية كانوا يبونها ويضعونها في الماء مدة كم؟ يبونها عشان صبغوهم فيه كم يبونها؟ الآن هذا صبغ طبيعي هذا صبغ طبيعي؟ طبيعي صبغة؟ نعم صبغة ما لخوص غير ما تطياب غير ها جميل حلو هذا كيف يفعلونها؟ يعني نشوف مع المشاهدين هذا هذا النيل؟ هذا النيل النيل نعم وضعون قطعة القماش قطعة القماش شاكرا يضعونها كثير؟ يعني يوم يومين ثلاثة؟ لا 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 ها بنفس الوقت؟ يعني خلو ساعتين ثلاثة رمال يمسك اللون بس أنا ما كتر إني بس عشان جمهور ها 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 هذا يعطي لون أصفر أصفر أول بار يضعون كركم كركمس كانوا يضعون أول هنا الحمد لله كل شا متوفر زين أول كانوا يضعون كركم حتى يحصلون على هذا النيل ها الحين كل شا متوفر بالتي ها 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 وهذه الألوان يوم يضعونها على القماش يعني تم فترة طويلة عبوا ما يغسلونها ولا تروح ها ها زين عقب ما حطيناها في الماء نخليها تنشف ها بعدين من تحطيناها تحطينا على سي يعني دري داثة وتخلينا يعني عبارة تاخد لون يعني ها زين لين ما يمسك اللون فيها ها 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 وهذه الطريقة للحين يستخدمونها ها ها هذا اللون جميل ها ها صحيح ها هادة هذا التركواز اللي موجودة ها 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 إذن أول يوم كانوا يبونوا يحطون تركوز شو يستخدمون من عشاب؟ كنادي رأي ها نفس الشيء ها نفس الشيء أول باركتها كلها نفس هذا ما عندنا شيء نيلي هذا النيلي أول بار شو؟ يعني من أول موجود يحطونها تبغوا الغترة تبغوا كندورة منه وشو شونا هذا شويتي ها وأول يعني مخالد كانت القماش كلها عبارة عن لون أبيض يوصلهم لون أبيض بس شوفي بتي الذي يبقى يعني عبارة يبقى يشوتها يشوتها عاملين يبقىها أبيض خليها أبيضة خليها أبيضة يبقى لون يغير يغيرها زين بس أول بار أنا بقيت يستعملون ورقة البيضاء يستعملون الحنة الحنة عشان يطلعون يعني يحطونها في ماء يمكن يمكين يعني أول ما عندهم عشان حمد ذلك كشة متوفة بس زين أن حتى أن أول ما كان عندهم هذه المواد ولكن كانوا يرونون أول بار كله يعني كله هادة طبيعية 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 هذه الألوان طبيعية ألوان هاي زين ليبة يعني والحن عند الله تطورنا كانوا يستخدمون هالحريم يعني قبل يعني يوم يبون يغيرون ألوان الملابس ويسوون يعني حق الأهل والعيال والغيران هاي يلونون ليهم يعني زين والملابس حق كل حد سوى حتى مثلاً اليهال أولاً كله صبغة وكاننا جارة كله صبغة هاي وصبغة هاي لكنها يقمنا نصبه حلو ويصبغونها يعني قبل ما يخيطون اللبس ولا عقب هاي هاي ويصبغونها ويخلونها يروحون التنشاف يعني يعني يفصلون يخيطونها عقب ويضعون اللون صح هاي ليبة بتي ليبة يعني على حسب يعني الطلابهم يعني يحطونه جيد شو المخالد ممكن تخبرينا عن قصص حكايات مرتبطة بهذه المهنة التراثية والله هادي هني علمنا وأي واحد طلبنا الحمد لله اللب الطلب نعم أي شي بقول منه نحن حرافيات أنا كنت مرة صخيمة يعني نعم نعم شي اسمي بس يعني دام عمانة متى طي أي واحد ينهى مزبردة أنا كانت عندي مزبردة أم خالد نعم نسولة مال لكن أنا يونها يطلبيني أول أشاورها ها يون طلبتني الساوسن قلتها أول بشاور دامعيت زين هم ما تقولوني ما ستيرين بس يدع عندهم شغل تقول يون خالد أنا أباش ها يعني دعي مشغولة لا هي زين أن ياتي خالد الحمد لله هنا صار عندك وقت ورمتينت شيء يأخذون شارجة والله ها من شارجة تم ويأخذون خمس مرة ست مرة تنورتي الستيديو يا مخالد ترك ترك يعطيتش العافية حال نزين كيف من عقب ما لوننا الكنادير هذه كيف نحافظ على اللون عقب ما نخسلها كيف نحافظ عليه عشان ما ينصب عشان ما العيال يصبونه ونحافظ على تراتنا كيف يعني نعلقه مثلا مكان لا نحطي بمكان يعني مضب زين أما تياب نخليها يعني بيتم اللون موجود في الكنادير نعم لا أخذ حتى عقب ما نغسله غسله لا يخذ نزين سؤال مخالد الحين لو مثلا نغسل الألوان ويبعض يخترب اللون يخترب ها بيتلوني شف وإذا أنا شف ميت الحين أنا هذا شوفي الحين هذا وردي يا سلام شوفوا معان مشاهدينا وظهر اللون جميل مخالد حلو هذا شكر التواضي الحين بس ألتك مخالد لو أنا أبا لون وردي بس وردي فاتح أحط شوي يعني أروم ها يعني أروم أحط درجات الوردي يعني شوي يوم برسوين سوين ها وإذا أبا غامج أكثر لأنني هذا ما شويت لنه بردت لنه من بالليل أساس لنه ونمزق زماني لأنه ما شاء الله ويصاب لأنه بطش ونسوي زين يطلع اللون خفيف هادي شوفي يعني أنا خليت بروحي خفيف زين هادي عندش أصفر هادي عندش هادي هادي بيج يمكن صح هادي ورس 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 حلو نزين خبرنا أسماء الغرشات اللي موجودة يعني كل واحد فيهم شسمة هادي هادي نشوفي قدام بيش هادي وهادي هادو هادي هادي وهادي الورس الورس هادي الأصفر الأصفر نعم هادي نفس اللي هني هادي 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 يضعون ويهدون هذا حلو شكرا لأنه كل شيء مطور هذا يضعون شكر كيمة حمد الله مطور يعني أول يستخدمون المواد الطبيعية واليوم موجودة هذه الألوان بالنهاية هي ألوان حلوة وجميلة ونستفاد منها ونلبس الألوان أخبرتهم هؤلاء هذه ألوان خلاص تمام أنا أجرب أضع أمو أضع أصبحت أخبصي واحد أضع أكثر من اللون وأمضيها ملون عادي يعطيك العافية أم خالد شكرا بالعكس يعني لا أبدا نورتي وما قصرتي ما قصرتي أم خالد بالعكس ما قصرتي أم خالد ترفضوا مالحجيرة وعلى عيني وراسي نور فينا بالعكس بالعكس